أين تاك إم نوين هاوس يوم في المنزل الجديد دس هاوس هو المنزل حرف جر إن هنا عندنا بلوس داتيف إم هي إن بلوس ديم إم نوين هاوس ولأن عندنا الداتيف نضيف للصفة إي إن في آخرها نوي صفة تعني جديد انتقل بيتر وعائلته إلى منزل جديد الفعل أم تسين يعني انتقل من سكن إلى سكن آخر هنا عندنا حرف جر إن بلوس أكوزاتيف لماذا؟ لأن عندنا فعل أم تسين يعني فعل حركة الانتقال من مكان إلى مكان آخر إذن هناك حركة تغيير مكان يعني هم متحمسون جدا يعني متحمس يعني المنزل كبير وفيه غرف كثيرة تبقى نفسها في المفرد والجمع ولكن لماذا أضفنا هنا الحرف إن لتسمى أصبحت تسما عندما يكون عندنا الضاتيف وإسم في الجمع نضيف له الحرف إن في آخره لاحظوا معي جيدا الصفة فيل وتعني كثيرا والصفة شون تعني جميل قمنا بإضافة إن في آخر الصفتين عندما يكون عندنا الضاتيف سواء كانت عندنا أدوات تعريف أو أدوات تنكير بصفة عامة نضيف للصفة إن في آخرها في الصباح يقوله بيتا يعني يعجبني كثيرا منزلنا الجديد الفعل موغن في الفعل بلوس أكوزاتيف إيش أوخ ساكت زينو شوستا يعني أخته تقول أنا أيضا إيش أوخ إيش أوخ إيش أوخ إيش أوخ إيش أوخ إنه كبير جدا وجميل يعني بدأوا في تفريغ الصناديق الفعل بيجن ومعناه بدأ يبدأ بيجن دي كيستن يعني الصناديق دي كيستن أوس باكن هو فعل منفصل معناه فرغة وضده الفعل باكن يعني حزم أو جمع بيتا هلفت بايم تخاغن دي كيستن يعني بيتا يساعد في حمل الصناديق هلفن باي يعني ساعد في باي إما بلوس داتيف دستخاغن أتي من الفعل تخاغن ومعناه حملة عندما تحمل شيئا ما في يديك من مكان إلى مكان آخر عنده معنى آخر وهو لبيسة هو فعل بلوس أكوزاتيف يعني بينما ميا تقوم بفرز الكتب الفعل زوتيغن يعني فرزة تعني بينما أداة ربط تعني بينما نستخدمها عندما نريد أن نعبر أن شيئا يحدثان في نفس الوقت بينما ميا تقوم بفرز الكتب يقوم أخوها بحمل الصناديق لاحظوا هنا عندنا زوتيرت في آخر الجملة لأن عندنا الجملة الجانبية عندما تكون عندنا الجملة الجانبية يكون الفعل في آخرها أمي تسأل أين ينبغي علينا أن نضع الكتب؟ أمي تسأل 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 أمي ت في آخرها بيتا وميا ريشتن إيرو تسيما أين يعني بيتا وميا يؤتيتون غرفهم أين ريشتن فعل معنى أثثة هو فعل منفصل بيتا هنگت ein Poster فون ساينم لبنين فوسبالشپيل أن دي واند بيتا يعلقه موسيقى للاعب كرة القدم المفضل عنده على الحائط Das Poster يعني ملصق Das Poster الفعل هنگن يعني علقه يعلقه هنگن حرف جرآن هنا بلوس أكوزاتف لأن عندنا حركة بيتا يقوم بتعليق الملصق على الحائط دي واند هو الحائط حرف جرآن دائما يكون بلوس داتيف دير فوسبالشپيلر لاعب كرة القدم دير فوسبالشپيلر ليبلنكس تضيفها للأسماء عندما تريد أن تعبر أن شخصا ما أو شيئا ما عندك مفضل تفضله ميا لغت ميا لغت بلوس أكوزاتف لماذا لأن عندنا الفعل شتيلن يعني وضع يضع ميا تقوم بوضع الدماء على الخزانة هناك حركة ما هو الفرق بين الفعلين لغن و شتيلن عندما تضع شيئا ما بشكل أفوقي تستخدم الفعل لغن و عندما تضع شيئا ما بشكل عمودي تستخدم الفعل شتيلن ماما غفت سي سوميتاق اسن الأم تناديهم للغداء غفت والفعل غفن فعل بلوس أكوزاتف معنى نادي ونادي غفن داسميتاق اسن وجبت الغداء داسميتاق اسن كيندا داسميتاق اسن است فرتش يعني أطفال الغداء جاهز فرتش جاهز زي اسن تسوزامن ان در هيلن ناين كيش يأكلون سويا تسوزامن سويا في المطبخ المضيء الجديد هيل عندما تصف شيئا ما أنه مضيء ناين يعني جديد أضفنا للصفة لأن عندنا الضاطي في حرف جرئين هنا بلوس داتي دي كشه وهو المطبخ دي كشه دي كشه است زر شن لكا عندما تصف طعاما ما أنه لذيذ يقول بيتا ويأكل سلطته است هو الفعل اسن يعني أكل يأكله هو فعل بلوس أكوزاتيف لذلك عندنا زي ننزلات يعني سلطته ناخ ديم اسن هيلفن مية ونت بيتا بايم أبفاش بعد الأكل داس اسن هو الأكل ناخ إما بلوس داتيف داس هذا تعريف داس تصبح ديم في الداتيف هيلفن فعل بلوس داتيف باي حرف جر بلوس داتيف دي أبفاش يعني غسل السحون دير تصبح ديم في الداتيف لذلك عندنا بايم بايم هي باي بلوس ديم بعد الأكل يساعدون مية وبيتا في غسل السحون ثم يلعبون في الحديقة الفعل شبير يعني لعبا يلعبوا في المساء في المساء يجلسون جميعا في غرفة الجلوس في فونتسيما ويشاهدون فيلما في التلفزيون دير فيلم هو الفيلم داس فرنزين وهو التلفزيون الفعل زين ومعنى في هذا الصياق شاهد يشاهد وفعل بلوس أكوزاتيف لذلك عندنا اينا فيلم بمعنى تقول مية وتتثائبوا الفعل جينا يعني تثائبا جينا أنا متعبة بعد اليوم الطويل لذلك أضفنا للصفة وتعني طويل في آخرها ايش اوخ ساكت بتا بتا يقول أنا أيضا سي ساكن جوتو ناحت إلى فعل بلوس أكوزاتيف ترجمة نانسي قنقر